وسعى المغرب قائمة الدول التي يمكن استيراد اللحوم الحمراء منها في مسعى من السلطات إلى خفض الأسعار عبر تعزيز العرض وأعلن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أن المغرب سيستورد بدءاً من الثلاثاء اللحوم الحمراء من الأغنام والماعز من مجموعة واسعة من الدول تشمل جميع دول الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى دول مثل الولايات المتحدة الأمريكية أندورا، ألبانيا، الأرجنتين، أستراليا، كندا، تشيلي، بريطانيا العظمى، نيوزيلندا، روسيا، صربيا، سنغافورة، سويسرا، أوروغواي أما استيراد لحوم البقر فيشمل جميع الدول المذكورة بالإضافة إلى البرازيل والبارانغواي وأوكرانيا وأشار المكتب إلى أنه يمكن تعديل قائمة الدول المذكورة في حال ظهور خطر على صحة الإنسان أو الحيوان المرتبط باستيراد اللحوم وشدد المكتب على ضرورة أن تكون جميع اللحوم المستوردة مصحوبة بشهادة صحية صادرة عن السلطات المختصة في بلد المنشأ بالإضافة إلى شهادة الذبح الحلال الصادرة عن منظمة إسلامية مؤهلة كما سيتم فحص جميع الشحنات بدقة في المنافذ الحدودية للتأكد من مطابقتها للمعايير الصحية المعمول بها ترجمة نانسي قنقر